اشتركوا في القناة اقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما انه لا احد من البشر اغيروا على دين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صحابته الكرام ثم السلف الصالح والخلف الكريم فمن منهم قتل نفسه او حظ عليه او افتى به حتى وان كان لاجل ان يطال الانتحار قتل مشرك بالله انهم جميعا يدركون قول النبي صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا رواه البخاري ومسلم وفي رواية والذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار والذي يقتحم يقتحم في النار وفي السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه فكيف اذا اجتمع قتل النفس مع الغدر والخيانة وقد روى البخاري في صحيحه عن نافع قال لما خلع اهل المدينة يزيد ابن معاوية جمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حشمه وولده فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وانا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله واني لا اعلم غدرا اعظم من ان يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال واني لا اعلم احدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الامر الا كانت الفيصل بيني وبينه بارك الله لو لكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وان خطأا فمن نفسي والشيطان واستغفر الله انه كان غفارا اشتركوا في القناة